لما نتحدث عن الصدق والشفافية سنتحدث أن الناس يثقون بمن هو صادق وواضح في نواياه في كلامه في أفعاله في أي شيء يصدروا منه فبالتالي هنا يكون أكثر استعداد أنهم يعاونوك ولا حتى تتعاون معهم في حل مشكلاتهم في علاقاتهم وغيرها فأعتبر أيضاً ما الصدق والشفافية من أهم العناصر لتعزز علاقتك مع الناس وتخليها علاقة فريدة من نوعها لما لا الصدق والوضوح والشفافية لأنه بطبيعة الحال أنك تكون مثلاً تكذب ولا تكون تخبي ولا غيرها فهذه الأشياء تبني حواجز بينك وبين الطرف الآخر فالصدق والشفافية من أنجح الأمور أيضاً لتخلي علاقتك مع الناس وتعاملك مع الناس تعامل جيد